كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نتحدث عن موضوع الضمير الضمير وعلاقته بالقيم الأخلاقية الضمير وعلاقته بالمهنة والوظيفة الضمير وعلاقته بمهمتنا في المجتمع فالضمير أو ما يسمى بالوجدان عند البعض هو وحد الطاقة أعطاها الله تعالى لكل إنسان منه مهما كان شأنه كبير المقام أو علاقة الحال أو صواب يميز بينما هو حق أو باطل فإذا أدى المهمة ديالو بإتقان فإنه يشعر بالاستقامة ويشعر بالنزاهة ويشعر بالراحة النفسية ولكنه إذا قام بالعمل فيه غش فيه خداع سرعان ما يشعر بالندم حينما تتعارض هذه الأشياء مع قيمه الأخلاقية فهناك القانون الذي يعاقب الناس المخالفين خصوصا وهناك الشريعة في كل دين هناك الشريعة ولكن أيضا الخالق سبحانه وضع في كل إنسان منه ضمير هناك الضمير الحي اليقظ اللي دائما يتحرك وقد يضعف هذا يندثر ويموت الضمير أيها الأحباب الكرام هو عين الله على الأرض الضمير ما هو إلا صوت الله في كل إنسان يساعده على تمييز الخير من الشر فيجبه يحب الخير ويشعره بالرضا والراحة والطمأنينة وفي نفس الوقت هذا الضمير الحي يكرهن في الشر يكرهن في الإساءة وكأنه كتاب أخلاقي سامي حتى الناس الذين حرموا من التعليم وحرموا من التربية وحرموا من التكوين حتى هما عندهم كتاب أخلاقي سامي بداخلهم عنوانه اسمه الضمير هذا الكتاب يتحتم علينا تصفحه دوما وأن نلتزم بتوصيته لمن أراد أن يعيش في هناء والسرور في عصرنا هذا نجد بأن الكثير من الناس يعانون من القلق ويعانون من الحزن بل منهم من يعاني من الاكتئاب في أعارض من هؤلاء الناس السبب هو أن عندهم ضمير حي يوبخهم يعاتبهم فكشعر بأنه أخل بوجبته وأنه أساء في معاملته فضميره مثل مطرقة القاضي يضرب فيق رأسه كل لحظة كل ثانية كل دقيقة لا يشعر بلدة النوم ولا بلدة الطعام هذا عنده ضمير يؤنبه لكن من عنده ضمير حي مرتاح فصاحبه لا يعني مع تلامدته فسأله أحد التلاميذ قال لي يا معلم هل في استطاعة أحد على وجه الأرض أن يعيش بدون ألم فأجاب سقراط نعم هذا ممكن فقالوا كيف ممكن إنسان يعيش في الأرض بدون ألم يشعر بأنه مرتاح وخيق عند المرض هز في جسمه لا يؤثر فيه وخيق عندهم ظروف صعبة وأزمة لا تؤثر فيه لا يشعر بالألم قال هذا ممكن يكفي الإنسان ليعيش هانئا سعيدا ألا يوبخه ضميره على شيء فقط إلا كان الضمير ذلك لا يوبخك فأنت من أسعد خلق الله ولن تشعر بالألم ولن تشعر بالأسع هذا الضمير لا يصل إليه الباع والمتجولين والمتخصصين في الصمسر شعر بالأسع هذا الضمير لا يصل إليه الباع والمتجولين والمتخصصين في الصمسر أبدا لأنه أقدس من أن يباع أو يشترى أموال الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام الضمير لأن الضمير هو صوت الله في الإنسان فوق القضاء فوق المحكمة فوق مراقبة المجتمع ومراقبة المؤسسات ولكن الضمير عندما يموت يصبح كل شيء مباح كل شيء في الحياة يصبح مباح إذا متى الضمير لأنه هذا الضمير لهو شيء حسي بداخل القلوب حينما يغرق القلب بالظلمات وبالانخداع وبالتكبر وبالغرور فإن الأنا والشهوات بحوصوت الضمير يكاد يكون منعدما للأسف هناك عبارة جامعة يسمعها الجميع يقال في غياب الضمير هناك ألف وألف مبرر الإنسان غير يغيب له الضمير دياله يدر أي جريمة ويدر أي مخالفة ويلقى لها ألف ألف مبرر هذا الضمير أوصى عليه نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم عليه مرة جاء عنده صحبي جليل اسمه وابصة بن معبد فقال لي يا رسول الله أنا كنسو الناس على قضايا الدين وأبحث عن البر وعن الإتم بيتنعرف شنو الأشياء اللي هو بر يحبه الله وشنو الإتم يبغيضه الله كنسو الناس يقول لي آراء مختلفة بيتنعرف الحقيقة فقال آراء مختلفة بيتنعرف الحقيقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا وابصة استفتي قلبك استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإتم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون هذا ما يسمى بالضمير لأن الفتوى عندها قواعد وعندها التقنيات وعندها علوم خاصة بها لكن هنا ليس المشكلة الفتوى ممكن إنسان يصنع فتوى هناك صناعة الفتوى ممكن يعيد الحلال حرام بطرق معينة قواعد ولكن الأمر إذا تعلق بالضمير هو أغلى من ذلك لأن حتى المفتي يطلب فيه أن يكون صاحب ضمير حي ولا يتلعب بالنصوص مصاحب ضمير حي ولا يتلعب بالنصوص لأن هناك فقهاء صنعوا ما يسمى بالحيل الشرعية حيل شرعية تبنى على نصوص حقيقة ولكنها غير منصفة لأن مجرد حيل فلابد من إحياء الضمير يا وابصة استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون الضمير أيها الأحباب الكرام له حضور قوي في حياتنا اليومية في الأسرة في العائلة في المجتمع في الشارع ولكن حضوره أقوى في المهنة في العمل فكل موظف كل عامل كل مستخدم له ضمير يوقد صاحبه إذا غفع إذا حاد عن الدرب أو نسي أو تعمد الإخلال بمهنته ومسؤوليته هذا الضمير لا بد أن نقوم بإحيائه فينا جميعا لأنه ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق الضمير هو خدمة اجتماعية ومنفعة للناس أجمعين وإذا غاب الضمير في المهنة فإنه يضر بالوظيفة بالمؤسسة بالشركة بل بالمجتمع بأسره هذا الضمير هو الذي يأمرنا بأن نتقن العمل بأن نؤدي الأمانة بأن نحافظ على الدقة بأن نتجنب الغش والخداع والتهرب والانحراف وغير ذلك هذا هو الضمير إذا كان بهذه المواصفات فإنه يجعلنا نعيش في سعادة والانحراف وغير ذلك هذا هو الضمير إذا كان بهذه المواصفات فإنه يجعلنا نعيش في سعادة ومحبة عظيمة هذا هو الضمير اليقب وإن كانت المهن والحرف مقامات يختلف الضمير المهني في أهميته من مهنة إلى أخرى لكن أخطر مهنة لابد أن يحضر فيها الضمير ربما قد تكون هي مهنة الطبيب هو الأهم بين كل الضمائر لأنه يرتبط ارتباطا مباشرا بصحة الناس وحياتهم الطبيب الذي ينسى ضميره أو يخونه هو يؤذي المريض ويتسبب له في حدود كوارث غير مأمونة العواقب كذلك الجندي الجندي الذي يحمل البندقية ويحمل راية بلده هنا لابد له من ضمير مهني يحفظه من خيانة سلامة وأمن الأستاذ والمهندس الذي يقوم ببناء الإقامات السكنية وغير ذلك فكل واحد في موقعه لابد أن يحتاج إلى ضمير مهني اليوم في نظام الدول كالقوا بأن الدولة التي يضرب بها المثال في الضمير المهني للأسف هي اليابان اليابان يقولوا بأنهم عندهم ضمير مهني قوي ما يحتاج إلى رقابة ولا كاميرات مراقبة عن بعد ولا شرطي يرقب لأن هكذا الناس تربوا منذ صغرهم على الضمير وعلى حب الوطن وعلى خدمة المجتمع تصوروا بعيد بأن العامل الياباني يرفض الحصول على التقاعد لن نبغي خدم دول أخرى الناس يتصارعون عن سن التقاعد نضف سنتين ثلاثة أربعة سراع بين حكومات ونقابات في اليابان المواطن يرفض يرفض أن يحصل على التقاعد لأنه يريد أن يعمل على طول حتى يتوقف من تلقاء نفسه بل منهم من يرفض حتى الاستفادة من العطل السنوية والدينية والوطنية أعلش؟ لأنه يحب عمله يتفان في خدمة عمله اليابان والصين الغريف الأمر أن هؤلاء هؤلاء دولتين عندهم ديانة غريبة بودية كونفوشيوسية مانوشيوسية يعني ديانات غريبة ما كتسمت ديانة سماوية بل ديانات أرضية ما يسمى بالملل والنحل وما عندهم النحل النحل الأرضية ويحبون العمل تصوروا بأن في إحدى الجهات ياباني عامل لحام سدور كلحم السفن في ميناء كبير عامل لحام سدور كلحم السفن في ميناء كبير وعنده رخصة بشير تاح في نهاية الشهر لكنه رفض أن يأخذ تعويض مادي من شركته أو دولته لا نبغي كم الخدمة ديانو بدعوة أنه يحب عمله ويؤدي هذه المهمة عن طيب خاطر خدمة للوطن والمجتمع نتسأل كيف شهد الناس قدروا أنهم يربيوا في أبنائهم وفي مواطنيهم هذه القوة ديالضمير المهني الضمير أيها الأحبة الكرام هو يرتبط ارتباطا قويا بالقيم الأخلاقية والتربوية والاجتماعية لا يمكن أن تنفصل الممارسات المهنية في الحياة العملية عن القيم الأخلاقية التي تحكم السلوك ديالنا أكيد أن الإنسان لا عائل فإنه لا يرضخ لأي قانون للأسف الشديد كالقو بأن هناك أسباب كثيرة لإنعدام الضمير المهني أولها هو غياب الوازع الديني غياب الوازع الديني لأن الوازع الديني كيشعرنا بمراقبة الخالق قبل ما يرقبني المسؤول يرقبني الخالق عز وجل فحينما يتغيب عنا لإحساس بمراقبة الله عز وجل عن تصرفاتنا هنا ينعدم الضمير ويمكن أن يقع أي شيء رشوى وتفلت وإساءة وغير ذلك لكن الضمير الحي يعطيك الإخلاص ويعطيك التفاني ويعطيك الاحترام والحفاظ خصوصا على الأمانة الأمانة التي هي أكبر أكبر بعدم الاستغلال للأسف الشديد كان قوي أن هناك أكبر أكبر بعدم الاستغلال للأسف الشديد كان قوي أن هناك أسباب كثيرة كتخل الإنسان هو لا يحترم ضميره ويجاوز ربما لا افتحنا الخطوط الهاتفية وسمعنا لماذا الناس في الإدارات في المؤسسات لا يحترمون ضميرهم هل معنا هذا الضمير مات ولا بقي حي هل لقوا عندهم مبررات كما قلنا بأن هناك ألف ألف مبرر هناك ربما قد يكون العامل يشعر بالإحباط لأنه اشتغل فترة زمنية في إحدى القطاعات المعينة ولم يلقى التشجيع ولم يلقى المكافأة ولم يلقى حتى التنى فكيف ننتظر من هذا العامل أو هذا الموظف أو هذا المستخدم أنه يكون في وضعية حسنة لأن هناك قدرات نفسية أنها تدبل وتضعف ربما قد يكون بعض الناس عندهم الروتين الممل والهدام في العمل فهذا قد يقتل روحهم المعنوية ويقتل فيهم الحماس فلا تجده ينضبط في عمله ربما قد يكون في بعض القطاعات مدراء أو مسؤولين عندهم سلوك قاسي سلوك قاسي على العمال وعنف ربما اللفظي أو غير ذلك فتجد العامل يشعر بالتهاون أو قد تجد هناك المحابات بين العاملين تمييز بين هذه الفئة دون هذه الفئة لو سألنا في بلادنا علش ناس موظفين ربما عندهم هذه الوضعية علش ناس في قطاعات معينة عندهم هذا التراجع إلى الوراء لا ذكروا لنا مجموعة من الأشياء لكن نحن نريد أيها الأحبة الكرام أن نتجاوز كل هذا أنت أيها المستخدم أو أيها العامل أو أيها الموظف أنت وقع عليك الحيف ووقع عليك التهميش ووقع عليك الظلم ووقع عليك القهر نعم ولكن فوق كل هذا لابد أن تبقى ضمائرنا حية خصوصا ضمائرنا المهنية فكلما كان الضمير المهني فيه قوة فإن هذا سوف ينعكس على البنية الكلية للوطن الوطن كله سوف يكون بسلامة لكن إذا وقع خلل في الضمير المهني هذه معضلة وطنية خطيرة هي تؤثر في جميع القطاعات في الصحة في التعليم في التدرس في الاستثمار في جميع القطاعات حتى القطاع الديني ممكن يتسرب إليه الضمير المهني ونجد فيه تصرفات غير مرضية وهذا كله سوف يعرقل إليه الضمير المهني ونجد فيه تصرفات غير مرضية وهذا كله سوف يعرقل سير عجلة النمو والتقدم وسوف يحد من الازدهار العام وسوف يؤثر على الرخاء الاجتماعي لهذا السبب نريد أيها الأحبة الكرام أن لا نسمع لهذه المبررات الواهية والنحي ضمائرنا الضمير رقيب داتي الضمير غيرة وكرمة الضمير حب للعمل ولأداء المهمة مهما يكون من مشاكل ومن صعوبات ويكفي الإنسان أنه رغم أن الظروف صعبة أنه يشعر بنوع من الراحة والطمأنين النفسية حينما يؤدي مهمته على أكمل وجه حينما يشعر بأن نفسيته سوية وبأنه التعويضات الإلهية حينما أقوم بواجبي ولم أخذ حقي رب العزة جل جلاله هو الناظر من فوقنا وهو المحاسب ولن يضيعك أبدا سوف يجزيك سبحانه وتعالى هذا قانون كوني ودعه الله تعالى ليس هناك صندوق فقط للتعويضات للتنقلات للدرار هناك تعويض صندوق الإلهي صندوق تعويض الإلهي عظيم وكبير فقط لا يأخذ منه المستحقات إلا أصحاب الضمائر الحية أصحاب الضمائر الحية هم الذين لهم الحق لانخراط في صندوق التعويضات الإلهية يعطيهم ربنا عز وجل بغير حساب لهذا علينا أن نسعى لإتقان العمل ولإحسان السلوك وللقيام بالواجب هذا يعطينا شعورا بالرضى عن الدات هذا يعطينا من السعادة ضمائر نقية ونفوس هادئة وقلوب شريفة فليسعى كل منا لكي يحيي ضميره لأن العبرة بالخواتم صاحب الضمير الحي هو يعطيه الضوط على نهاية حسنة ويعطيه أرب العزة جل جلاله راحة وطمأننة ويكون في يقضة من محكمة الضمير وتلك هي السعادة المثالية التي نرجوها أيها الأحب الكرام تعالوا بنا نبقى مع فاصل قصير ثم بعد ذلك نفتح خطوطنا الهاتفية لنتواصل معكم فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله